بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض موضوعنا معكم عن تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأخلاق المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق هذا جانب من جوانب تزكية النفس الارتقاء بالمستوى الأخلاقي للإنسان وقد تحدثنا عن جانب آخر وهو التطهير أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد والكراهية والحسد وهذا هو الهدف من الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عبر القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وتزكية النفس كما يقول جمهور العلماء فرض عين على من يستحق التزكية على من يتوجب في حقه التزكية لكن أهل الله قالوا تزكية النفس فرض عين على الجميع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد قال شيخنا أبو الحسن الشازولي رضي الله عنه أرضاه في هذا المعنى ليبين أنه فرض عين قال من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر إذن وجب على الإنسان أن يبدأ في تزكية نفسه وهذه التزكية بعبارة سهلة أن يبدل الصفات الزميمة إلى صفات حميدة جميلة وأن يرتقي بالمستوى الأخلاقي لنفسه وأن يبتعد عن الزنوب والمعاصي وعن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وقد عبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى في قوله إنما أنا رحمة مهداة أنا رحمة مهداة يعني هدية من الله سبحانه وتعالى لعباتي إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من الله لنا وهنا قال شيخنا أبو العباس المرسي رضي الله عنه أرضاه كل الأنبياء لأقوامهم عطية من الله عطاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لنا يعني جميع الأنبياء إلى أقوامهم عطية من الله أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هدية من الله لنا ثم قال الشيخ أبو العباس والعطية تكون للمحتاجين الذي يحتاج الفقير أما الهدية تكون للمحبوبين فهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لنا أن أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم الهدية الرحمة المهداة من رب العالمين سبحانه وتعالى وقفنا على تسكية النفس لا بد من تسكية النفس بتبديل الصفات الزميمة كل واحد فينا فيه من الصفات الزميمة قد يقل وقد يكسر يعني قد تقل هذه الصفات في بعض الناس وقد تكسر الصفات الزميمة عند بعض الناس مشوار التسكية يكون بتبديل الصفات الزميمة التي هي فيك إلى صفات حميدة جميلة ولذلك قد جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم يعني يجب على الإنسان أن يمرن نفسه كالإنسان الذي يلعب الرياضة أن يمرن نفسه وأن يدرب نفسه على تبديل الصفة القبيحة التي هي فيه إلى صفة جميلة أن يجاهد نفسه أن يعالج نفسه أن يدربها وأن يحملها على ذلك هناك من الناس من جب له الله على بعض الصفات الطيبة هذا ليس باجتهاده وإنما قد يكون قد جب له الله على الكرم مثلا وهناك إنسان قد جب له الله على التواضع وهناك إنسان قد جب له الله على الحكمة والحلم هذا ليس له فيه دخل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله وهما الحلم والأناه الحلم والأناه التأني في الأمور وإنسان حليم عنده رجاح في عقله وعنده صبر فقال أشج يا رسول الله أتخلقت بهما يعني وصلت إلى الخصلتين باجتهادي أم جبلني الله عليهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جب لك الله عليهما هذا قد خلقه الله بهذه الصفات بعض الناس قد يكونوا متكبرا فلا بد أن يحمل نفسه على التواضع بعض الناس قد يكونوا ممن يغضبون فلا بد أن يحمل نفسه على الحكمة والصبر أن تبدل الصفات القبيحة التي هي فيك إلى صفات حميدة جميلة هذا هو مشوار تسكية النفس وهذا جانب من جوانب التسكية ومن الجوانب الأخرى التي تحدثنا عنها التطهير أن تطهر قلبك من كل قبيح كالرياء والنفاق والعجد والكبر والكراهية والحقد والحسد كما قال ربنا إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا سلامة القلب وافقنا لما تحبه وترضاه واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته